النهاردة محكمة جنات شمال القاهرة المنعقدة في معهد أبناء الشرطة بطراء قضت ببراءة 62 من عضاء جماعة الإخوان المسلمين في أحداث رمسيس الأولى منهم محمد بدر مصور قناة الجزيرة مباشر مصر والنيابة كانت وجهت للمتهمين الـ 62 تهم ارتكاب أعمال عمف وشغب جرت على نطاق واسع في ميدان رمسيس في منتصف شهر يوليو الماضي بعد محاولة اقتحام قسم شرطة الإسباكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وكمان قطع الطريق أعلى كبري السادس من أكتوبر عشان نعرف تفاصيل أكثر تعالوا نتابع تأرير زميلنا محمد بهاء لجميع متهمي الإخوان كان حكم محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمد صادق بالقضية التي عرفت إعلاميا بأحداث رمسيس الأولى 62 ممن وصفوا بأنصار الرئيس المعزول جميعهم برئوا من تهم أعمال العنف وإثارة الشغب والشروع بالقتل المحكمة استندت لبراءة الجميع لأن الاستوانات اللي كانت مقدمة كدليل ضد المتهمين ما كانش فيها أي دليل وكان فيها صور مشوهة وكان فيها تصوير من أماكن مش واضح أنه المكان درمسيس أصلا ومش واضح شكل أي متهم في هذه القضية المحكمة لم تجد في التحقيقات أو الأحراز ما وصفته بالدلائل المحددة والشخصية التي تثبت التهم الموجهة للمتهمين من قبل النيابة ولا سيما بعد مشاهدة الفيديوهات الخاصة بأحداث العنف في ذلك اليوم والتي لم تظهر أي التفاصيل تناقض شديد بين التحريات بتاعة البحث الجنائي وتحريات أمن الدولة أنه ما فيش أي صور ظهرة للمتهمين أثناء التصوير وقائع القضية ترجع إلى الخامس عشر من يوليو العام الماضي بعد خروج مظاهرات إخوانية عنيفة رافضة لعزل مرسي بمنطقة رمسيس ووفقا لوكالة أنباء رويتر فإن نيابة شمال القاهرة تدرس قرار الطعن على حكم البراءة أمام محكمة النقد محمد بهاء الدين الحياة اليوم